لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناة 26 سجدة عدد الآيات عن القرآن مبشر للمؤمنين ومنظر للكافرين المواضيع الخاصة من 1 إلى 6 ترتيب الصورة في المصحف نزلت بعد الشعراء وقبل القصص نزول الصورة النزول الصورة مكية وترتيبها في النزول رقم 48 نزلت بعد الشعراء وقبل القصص سليمان هو أحد ملوك مملكة إسرائيل الموحدة حسب الوارد في سفر الملوك الأول وسفر أخبار الأيام الأول وحسب التلمود وهو أحد الأنبياء الثمانية والأربعين وابن داود وثالث ملوك مملكة إسرائيل الموحدة قبل إنقسامها إلى مملكة إسرائيل الشمالية وهي المملكة التي بقي يحكمها قبائل إسرائيل الاثنى عشر ومملكة يهوذة في الجنوب والتي حكمها أبناء قبيلة يهوذة إلى آخره والهدهد هو ثاني شخصيات القصة ورد في القرآن أن الهدهد كان رسولاً ومبعوثاً من النبي سليمان إلى بلقيس ملكة مملكة سبأ ويشار إليه بأنه من الطيور الحكيمة في المرويات الإسلامية ورد ذكره أيضاً في مؤتمر الطيور وهي قصيدة فارسية للشعر الفارسي فريد الدين العطار الشهير بعطار نيسعور حيث أشار إلى الهدهد باسم ملك الطيور وقد ذكر الهدهد مرتين في الصورة وقصة هدهد سليمان هي قصة من قصص القرآن الكريم التي وردت في صورة النمل ضمن قصة نبي الله سليمان والتي تخللت كيفية إسلام قوم مملكة سبأ ملكتهم وورد في قصة الهدهد استخدام أسلوب التشويق في بداية القصة حينما قال فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحد به وجئتك من سبأ بنبأ يقين البسملة أو التسمية وتعرف أيضاً بأصلها بسم الله هي العبارات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ المسلمون البسملة في معاضع متعددة غالباً قبل الشروع في العبادات كالغسل والوضوء والتيمم البسملة مذكورة في دستور أكثر من نصف الدول الإسلامية أو ذات الشعوب التي تمثل الغالبية المسلمة وفقاً للمعتقد الإسلامي فالبسملة مفتاح القرآن الكريم وبلقيس أو ملكة سبأ كانت ملكة مملكة سبأ ورد ذكرها في الكتاب المقدس أما في القرآن الكريم فقد ذكرت قصتها دون التصريح باسمها وفدت الملكة بالقيس على الملك سليمان وفصل رجال الدين والمفسرون والإخباريون في تحصيل ذلك اللقاء حتى عدت شخصية هذه الملكة مادة خصبة لكتب القصص والروايات وتعد هذه المرأة مصدر فخر واعتزاز لليمنيين والأثيوبيين حيث أنها تنتمي إلى هذه الشعوب وصورة النمل صورة مكية من المثاني آيتها 93 آية وترتيبها في المصحف رقم 27 في الجزء التاسع عشر نزلت بعد صورة الشعراء بدأت بحروف مقطعة تاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين الصورة بها سجد التلاوة في الآية 26 ذكر فيها قصة النبي سليمان وملكة سبق ذكرت البسملة في الصورة مرتين حيث وردت البسملة في الافتتاح وفي الآية 30 إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم النمل الآية 30 وعن الصورة جاءت بعد صورة الشعراء وقبل صورة القصص اهتمت الصورة بالحديث عن أصول العقيدة التوحيد والرسالة والبعثة وهي إحدى صورة ثلاثة نزلت متتالية ووضعت في المصحف متتالية وهي الشعراء والنمل والقصص ويكاد يكون مناهجها واحدة في سلوك مثلك العظة والعبرة عن طريق قصص الغابرين أما عن سبب نزول الصورة عن سفيان الثوري في قوله وسلام على عباده الذين اصطفى النمل الآية 59 قال نزلت فيه أصحاب محمد قاصة صلى الله على محمد ورضي الله عن الصحابة أجمعين ومعنى الاعتقاد الذي هو الموضوع الأساسي في الصورة هو الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده والجمع عقائد وتعني ما عقد الإنسان عليه قلبه جازما به من الأفكار والمبادئ فهو عقيدة سواء كان حقا أو باطلا وتستخدم الكلمة للإشارة إلى الاعتزاز برأي معين يتداخل مصطلح العقيدة مع مفاهيم أخرى مثل الأيدولوجية والعقائد الدينية والإيمان يكون تبني العقيدة عن طريق الإدراك الحسي والاستنتاج والاتصال إلى آخره أما سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث راوي حديث سبب النزول أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مصروق الثوري فهو فقيه كوفي وأحد أعلام الزهد عند المسلمين وإمام من أئمة الحديث النبوي وواحد من تابع التابعين وإمام أهل العراق وصاحب واحد من المذاهب الإسلامية المندثرة الذي ظل مذهبه متداولا حتى القرن الثامن الهجري والذي قال عنه الذهبي هو شيخ الإسلام إمام الحفاظ سيد العلماء العاملين في زمانه أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مصروق الثوري أما عن تسمية الصورة فإن سبب التسمية سميت صورة النملة بهذا الاسم لورود قصة النملة مع سيدنا سليمان عليه السلام مواضيع الصورة رقم واحد تبدأ الصورة بتواصيل وهي من الصور التي تبدأ بالحروف ولها عدة تفاسير رقم اثنين ثم ذكر جزءا من قصة سيدنا موسى عليه السلام حين رأى عند الوادي المقدس طوى رقم ثلاثة ذكر قصة سيدنا سليمان في واد النملة قصة سيدنا سليمان مع الهدهد وملكة سبب رقم خمسة قصة سيدنا صالح عليه السلام رقم ستة من قصة سيدنا لوط عليه السلام أما عن سجود التلاوة هو السجود الذي يكون مسببا عن تلاوة آية من آيات السجود ولوط عليه السلام هو أحد شخصيات الكتاب المقدس في اليهودية والمسيحية ونبي من الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن في الإسلام يعتقد أنه عاش مية خمسة وسبعين سنة وصالح عليه السلام هو أحد الأنبياء العرب حسب الإسلام ذكرت في القرآن قصته مع قومه ثمود ومن الآيات التي ذكرته كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون الشعراء مية وحد واربعين ومية واربعين وبذلك نكون قد انتهينا من إلقاء بعض الضوء على صورة النمل والآن مع الصورة المباركة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويقعون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتزك أنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا ما ظلم ثم بدل حتنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط أحط بما لم تحبه وجئتك من سبع بنبع يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ودين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخوأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكرونها عرشها منظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت أعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني علمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن أعبد الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قومي لما تستعجلون بالسيئة قول الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة أرهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان راقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك ويوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون صدق الله العظيم لا تنسوا الاعجاب بالموضوع والاشتراك في القناة